ومن وحدة وخيطة ورسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين تخبر الله مننا ومنكم السيابة والقيام أريد أن أعرض لكم من نفحة رمضان إلى نفحة رب رمضان فإن التعلق بالنفحة الزمانية والنفحة المكانية فإن يعتبر على نفحة صاحب الزماني والمكان الله رب العالمين إذا كان رمضان فيه نفحات وبركات فإن عند رب رمضان من النفحات والبركات التي وقعت في أيديكم الشيء العظيم الكثير بإمكانك أخي المؤمن أن تستمتر رحمة الله بإمكانك أخي المؤمن أن تفتح أباب النفحات في رب العالمين بكل ترقات نعم رمضان يعلمنا أن نحافظ على صغرات الجماعة إذا فجد أن نقيم الليلة النافية ونضيع سائل جماعات السنة الكابلة ولا خير عن من صار رمضان ثم ترقص ياما أنت متاع رمضان الفاضر إن كان تحتك وإن كان فيها ينكف لكن هناك نفحات البيض أخي المؤمن انظروا جيداً هذا الحديث الذي سأكتفي به وأبعوه الإمام التربعين رحمه الله تعالى وقال عنه حسن صحيح عن ألف الضماني رضي الله تعالى عنه قال سميع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرضيه عن ربه الحديث القدسين يا ابن آدم يا ابن آدم ليس في العمضان وليس في العمضان في كل سماء يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورشوتني يا ابن آدم أي كانك هذا طاقعاً عاصياً ولياً داقياً يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورشوتني غفرت لك على ما كانت منك ولا أباك غفرت لك على ما كانت منك يعني ما كانت أعمالك ولا أباك مدى رشبتك وجعوتك يعني هذه نفحة في يدك أباك ولي وقتك ولا أظن أننا لقوم رمضان عشتين رقع أو عشر رقعات ثم تهشت ثم ننسى رقع رمضان في سائل السنة فلن نقوم رقعتين قبل صلاة الصبح رقعتين قبل صلاة الفجر إنك ما دعوتني ورشوتني غفرت لك على ما كانت منك ولا أباك مهما كانت أعمالك إذا استيقظت عدة فجر فسطيتها حتى يزدت لها جرب العالمين فدعوتك ورشوتك مهما كانت أعمالك لا تقول أنا أعصب قل يا رب إنك ما دعوتني ورشوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباك يا ابن آزم لو بلغت نوفك على السماء لو بلغت نوفك على السماء ثم استغفرتني ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباك يا ابن آزم لو بلتتني بحراب الأرض صوت نوفك ثم أتيتني لك لا تشركوا بالتهاى شيئاً أخرتني لأتيتك بحرابها مغفرة فالرص لأتيتك بحرابها يعني مثل هذه الظنوب يأتيك فيها طوال شكراً و تعال مغفرة هذه أفتح بيدك يا ابن بياتك يا ابن ان تبقى صلاحك صلاحك بعد رمضان بالله رب العالمين صياما ولو ثلاثة ايام في الشهر. ان تبقى صلاحك لله رب العالمين في كل يوم ولو بارعتين قبل الفجر. وسوف ترون كيف يرمنا الله السبحانه وتعالى بالخير والمبكات والمطبرة. وسوف تجدون في غروب الحلاوة. هذه الحلاوة التي اجرت نفوعة معنا نحاق. وقال طبيرنا رمضان القاضي. لكي تريسوا مثل هذه اللحظة. هذه اللحظة تريسوا في كل يوم. قبل صلاة الفجر بربع ساعة. عشر دقاء. خمس دقاء مضوء. واستكمال قاديات الصلاة. عشر دقاء. بينا يا رب يا رب يا رب. وسوف ترون كيف تتحقق النار. وكيف تريد الملوء. وكيف تغير اعمال الجواء. لان رب العزة سبحانه وتعالى يقول ان ناجحة الليل هيها شد وطاً واخوة مخينا. جعال الله وإيامهم من فالباطع سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم.